تلقى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعى برقية تهنئة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول رئيس مجلس الوزراء بمناسبة العيد الوطني المجيد لمملكة البحرين وذكرى السادسة عشرة لتولي جلالة الملك المفدى مقاليد الحكم هذا نصها صاحب السمو الملكي العمل العزيز الأمير خليفة بن سلمان الخليفة حفظه الله ورعاه رئيس مجلس الوزراء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يصرني أن أبعث لسموكم الكريم أسماءات التهاني والتبركات بمناسبة احتفالات مملكة البحرين بأعيادها الوطنية في السادس عشر والسابع عشر من شهر ديسمبر وأحياء ذكرى قيام الدولة البحرينية الحديثة في عهد المؤسس أحمد الفاتح ككيان عربي إسلامي منذ عام 1783 ميلادية وذكرى الرابعة والأربعين لانضمام مملكة البحرين للأمم المتحدة دولة كاملة العضوية وذكرى السادسة عشرة لتولي حضرة صاحب الجلالة الملك الوالد حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه مقاليد الحكم في المملكة وذكرى الأولى ليوم الشهيد دعيا الله سبحانه وتعالى أن يعيد هذه المناسبة وكافة مناسباتنا الوطنية على سموكم وأنتم تنعمون بالصحة والعافية وطول العمر لمواصلة جهودكم وإسهاماتكم الخيرة في المسيرة المباركة التي يقودها بكل اقتدار وحكمة حضرة صاحب الجلالة الملك الوالد حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه والله أسأل أن يديم على مملكة البحرين عزها واستقرارها في العهد الزهل لحضرة صاحب الجلالة وبدعم ومؤازرة سموكم الكريم ودمتم سموكم سالمين موفقين ابنكم سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وقد بعث صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء المقر حفظه الله ورعاه برقية شكر جوابية إلى صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء هذا نصها صاحب السمو الملكي الابن العزيز لمي سلمان بن حمد الخليفة حفظه الله ورعاه ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فلقد كان من دواعي سرورنا واعتزازنا أن نطلع على برقية سموكم المهنئة لنا بمناسبة احتفال مملكة البحرين بأعيادها الوطنية في يومي السادس عشر والسابع عشر ديسمبر إحياء لذكرى قيام الدولة البحرينية الحديثة في عهد المؤسس أحمد الفاتح والذكرى الرابعة والأربعين ننضمامها إلى الأمم المتحدة دولة كاملة العضوية وذكرى السادسة عشرة لتسلم حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه مقاليد الحكم في البلاد ونود في هذه المناسبة أن نعرب لسموكم عن شكرنا لما تضمنته برقيتكم من مشاعر وطنية نبيلة نعتز بها كثيرا كما ويسرنا أن نعبر عن تقديرنا لما توالون بذلهم من جهود مخلصة في خدمة الوطن الغالي سائلين المولى عز وجل أن يحفظكم ويرعاكم وأن يوفقنا جميعا لتحقيق كل ما نصب إليه من خير وتقدم ونماء لبلدنا الغالي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء